اهلا بحضراتكم مرة تانية وزي ما كنت بقول لكم في اول حلقة القمة الافريقية الاوروبية او الاوروبية الافريقية شو انت بتحب تسميها ازاي يعني انه دايما بحط افريقيا في الاول هنفهم اكتر على اهمية هذه القمة من جهة ومن جهة اخرى اهمية حضور الرئيس لهذه القمة في زيارته الاولى لبروكسل في بلجيكا مع استيد الدكتور طارق فهمي استاد العلوم السياسية ياد النور ياد النور حضرتك زهرت يال احوال كله تمام تمام فعني ماذا اهمية هذه القمة بالاساس هو طبعا القمة مهمة لانها القمة الستة كما تعلم حضرتك وكان فيه مجهودات سابقة لكن تتشينة زي القمة تم في مصر في عام الفين كما تذكر حضرتك فكانت بدايتها في الفين احنا كان فيه نوسة اختالية لها كانت من نسخة الاولى للخمسة عقدت ما بين دول أوروبية وما بين إفراقيا هذه النسخة ربما تكون متميزة عشان كده إحنا كنا حرسين تبقى فيه مشاركة على أعلى مستوى سيد الرئيس طبعا حضوره بيدي زخم لاعتبارات متعلقة بأجنتة مصر في هذه القمة جزء منها متعلق به المؤتمر بتاع المناخ اللي حيُعقد فيه مدينة الشرم وده طبعا حدث دولي عالمي تحت شراف اليو إنو لكن في الأول وفي الآخر هيحسب لحضرتك فيه فبالتالي أنت بتقدم رؤى ومقترحات بها فرنسا كما تعلم هي رئيسة الاتحاد الأوروبي لغاية الشهر يونيو اللي جاي فبالتالي فيه علاقة جيدة بين مصر وبين فرنسا بتوظف في هذا الإطار أنه أنت النهاردة السنغال ممثلة للاتحاد الأفريقي مصر باعتبرها بتربط الإطارين الأوروبي والإفريقي فبالتالي إحنا رايحين نقدم صورة لمصر وإفريقيا مع بعض إحنا قدمنا المقربة الأولى لإفريقيا لهذه اللقاءات في 2000 عام 2006 إحنا عملنا إيه؟ اعترحنا الرؤية الإفريقية وقتها لتقريب وجهات النظر بين الأوروبيين والأفرق في مشكلة متعلقة بإيه؟ بمحاولة تصويب مصاري العلاقة النهاردة إفريقيا بتنتظر كثير من الأمور من أوروبا مش مجرد الأمصال واللقاحات فقط أو نظام أكثر عدالة وإنصاف لكن هناك أجين تتعامل قتبتوا مدى دخلة كل دولة حتطرح رؤيتها يعني المؤتمر ليس فقط اقتصادي لكن هو مؤتمر دولي عالمي حتستثمر فيه الدول المشاركة طرح رؤياها يعني الرئيس الفرنسي على سبيل المثال هيبقى فيه قمم سنائية ومتعددة في إطار الفرنكوفونية إحنا هيبقى لينا استثمار للحدث نفسه ووجود السيد الرئيس في لقاءات مع المسؤولين في بلجيكا في الاتحاد الأوروبي مع فرنسا هتقدم حضرتك مقربة للاهتمامات المصرية في مؤتمر المناخ هتتكلم حضرتك فيه كلمة حضرتك على أمن الطاقة هتتكلم على الطاقة النظيفة هتتكلم على الاقتصاد الأخضر هتتكلم على رؤى ومقاربات تهم أوروبا تهم أفريقيا لكن الحديث الأغلب حضرتك سيد يوسف هيبقى باسم أفريقي وهي مقطة مهمة جدا أن حضرتك هتتكلم لأنه السنغال لسه بدأ أول خطوطة في رئاسة الاتحاد الأفريقي فالفرنساويين هيدوا فرصة لمصر في طرح هذه الرؤية أنا أظن أنه اللقاء ده هيبقى مهم جدا لكن خلينا أقول هيبقى فيه أيضا تجاذبات وحيبقى فيه جدال ما بين الأولويات رؤية أفريقيا في التنمية المستدامة اللي هي 2030 مختلفة يعني صحيح أن المؤتمر رح هو رؤية ومقاربة مشتركة ده كلام كويس لكن فعليا هتبقى محتاج حضرتك أليات هتحتاج أدوات هتحتاج تأثير مباشر فأنت هتقرب ده الدول اللي هتقوم بهذا الدور زي مصر مثلا على سبيل المثال أنه هتعمل سيخ توافقية لأنه إحنا برضو لدينا بعض الرؤى المتعلقة بقمة المناخ الأمم المتحدة ما يهمهاش قوي أن مثل هذه المؤتمرات تنجح بالصورة اللي إحنا شايفينها لكن إحنا شايفين أن أنت عند حضرتك أدوات وقليات هتقدر توظفها هتدافع عن أفريقيا وأنت بتتكلم على نظام أكثر إنصافا لأن إحنا بنتعامل مع عالم في منظومة معقدة وعالم ما بعده كورونا أستاذ يوسف مختلف عن العالم قبلها نهاردة مش بنتكلم على دعم الأفريقيا لكن بنتكلم على حقوق براعات الخاصة بالأمصال واللقاحات أن يدي لحضرتك تنتج أن يدي لحضرتك توطين معالجة الأزمات والمشكلات البيئية والبلوجية كل دي في احتكار منها من الدول الأوروبية النهاردة أنت حضرتك بتتكلم على نظام أكثر إنصافا اللي حيطرح ده مصر لأن إحنا لينا حضور كبير جدا إحنا شاركنا فيه العامل اللي حضرتك تذكره وبذلت مصر فيه مجهودات كبيرة فيه رئاسة الحد الأفريقي والمنتديات اللي اتعملت ومشاركة سيد الرئيس المنتديات الأفريقية الصينية الأفريقية مع روسيا مع ألمانيا مع دول الاتحاد الأوروبي فإحنا لينا يعني منظومة كاملة اتعملت بنستثمر فيها دلوقتي عينينا على إنجاح المؤتمر الخاص بالطاقة لكن القضية أن النسخة الأخيرة من المؤتمر بتاع اسكوتلندا اللي عقد بتاع المناخ فيه كانت مشاكل كتيرة جدا في البيانة الختامة كانت فيه خلافات في الرؤى وحدك تذكر إن الصين لم تحضر روسيا لم تحضر حصل جدال بين الأمريكان وبين الصين القضية مش انبعاسات حرارية ولا نسب مقاوية ولا محاولة الوصول إلى نظام بيئي نظيف دي أمور بتبقى في إطارها الخلافات السياسية وسيوسية طبعا إن حضرتك هتديني تعويض هتديني تعويض لأفريقيا وللأ هتشارك فيه دعم أفريقيا واقتصادها وللأ في جملة من التساؤلات المطروحة لنظام أقصر إنصافا لحضرتك وللأ طيب أنا هنا يجيلي سؤال وصححني لو نغلطا خضر عملياً الاقتصاد الأوروبي وجزء كبير جداً من الاقتصاد الأمريكي اتبنى بسبب إفريقيا إما باستغلال الثروات الإفريقية أو باستغلال الطاقة البشرية الإفريقية حتى الولايات المتحدة الأمريكية لما كانت هناك يعني للأسف زمان أسبانيا والبرتغال تصدر الإخوة الأفارقة ويتم استعبادهم والتنكيل بيهم للعمل في المزارع في الولايات المتحدة الأمريكية أو بأمريكا الشمالية والجنوبية والكريبي وما إلى ذلك وأوروبا واستغلالها للمواد القام والثروات الإفريقية لسنين طويلة يعني طيب هل لزال العالم يظن أن هناك نهضة اقتصادية دون إفريقيا بس إفريقيا دلوقتي لا ينفع تحتل ولا تستعبد ولا تستغل ثرواتها وبالتالي التعامل مع إفريقيا يجب أن هو ياخد منحة مختلف تماماً أنا متفق معك شكراً مضموناً أنت سألت وأجابت بس خليني أكمل على إجابة بقى حضرتك جزء منه مرتبط حضرتك بتأسيم أفريقيا أنت النهاردة فرنسا عندها فرانكوفونية وفي مجموعات أخرى مرتبطة بالأنجولفونية وبالتالي مرتبطة بحاجتين الجزء الخاص اللي حضرتك به أن أنت عايز تدور على نظام أكثر عدالة لهذه الدول لازم تدي حضرتك تعوضات لو مدتش تعوضات مين اللي حدفعت تعوضات دي حتتفعها الدول الكبرى حتتفعها أيضاً المنظمات الدولية زي البنك الدولي والسندوق وهيئات الاقتمان الدولية وغيرهم ليه؟ لتصويب مصار الاقتصادات الإفريقية اقتصادات الإفريقية حضرتك بتعاني من مشاكل بينية النهاردة أنت بتتكلم على عدد سكان القرى الأوروبية لو أنت أضفت ليهم حتى في البعض الديمغرافي بريطانيا حتى بعد خروج المتحد الأوروبي فوق 500 مليون أنت بتتكلم على أفريقيا بتصل إلى 3-3.5 مليار البعض الديمغرافي لكن العدالة هنا وانت بترسم نظام أكثر بقى اتزاناً وإنصف لحضرتك وليا لابد أن تدفع تعوضات التعوضات أو المخصصات المالية اللي تقررت في الأمم المتحدة لم تنفذ انت حاطت رقم بتصل إلى 200 مليار على إنه 7 سنين 10 سنين وفق الخطة المستدامة 20-30 هل حتقدر حضرتك تدفع ده النهاردة؟ السؤال المشروع للدول الكبرى هل حتستطيع أن تدفع هذه المبالغ؟ خلي بالحضرتك أستطيع واللي عايز؟ الاتنين أنا في تأديري لابد أن تتوافر إرادة سياسية أستاذ يوسف إذا لم تتوافر مش حيبقى فيه أي قابلية لهذا عملوا مشروع جنرال مارشل بعد الحرب العالمية التانية طبعاً كان في إرادة طبعاً كان في إرادة وتم إعادة هيكلة وبناء الاقتصاديات الأوروبية وقتها النهاردة الدول الإفريقية على سبيل المسائل أقصر الدول اللي هي ليس لديها مشاكل في الانبعثات الحرارية لأنها ملتزمة باتفاقيات باريس واتفاقيات المناخ وغيرها لأنها ما بتستخدمش الوسائل الحديثة كلمة الانبعثات الحرارية اللي بكلم حضرتك فيها والاقتصاديات الخضراء اللي أنت بتنشدها والمفاهيم بتاعت الروسوجين الأخضر وكل ده دخص بأوروبا بالدول الكبرى النهاردة بلجيك حضرتك فيه دول ممثلة للدول العشرين مجموعة العشرين مجموعة العشرين دي موجودة وحتشارك في المؤتمر على المدى اليومين فيه جلسات عمل الاستماع فيه مطالب حضرتك أنت بتطلب إيه كأفريقيا النهاردة أستاذ يوسير بتطلب نظام بيئي أكثر عدالة يعني إيه نظام بيئي يعني النهاردة أنا بتكلم على أمن طاقة بتكلم على طاقة نظيفة بتكلم على أجين تتعامل مختلفة بتكلم على مواجهة الحرب البلوجية اللي موجودة دلوقتي بتكلم على تعودات لازم تتفحها الدول الكبرى على سبيل المساء للصين فأنت النهاردة هتاخد اللقاح أو الأمصال عايز توطنه في أفريقيا لابد أن يكون فيه عند حضرتك توطين لده عشان ما حدش يقول براءة الاختراع الملكية كل دي أمور أنت بتطالب بيها في إطار النظام الأقصر إنصافا لإيه للأفريقيا حلو مشكلة أفريقيا النهاردة إنها لا تزال بطبيعة الحال الاقتصاديات تعاني من أزمات بنيوية يمكن حضرتك لاحظت أن في كلمة السيد الرئيس في القمة بتاع سكوتلندا النسخة الماضية اتكلم في إيه قال سيادته حكتين لازم تدفع تعودات للدول الحاجة التانية نظام الإعاشة معا إن احنا نقدم رؤية مقربة نقرب وجهات نظر فيه أولويات لكن السياسة يعني عشان أكون أمين مع حركة التحليل تضغى على البعد الاقتصادي السياسة في خلفية الأحداث وأعوذوا بالله من السياسة وشر السياسة فبالتالي الرؤية الاقتصادية موجودة والإرادة قد تتوافر لكن المشكلة في الخلفات السياسية روسيا والصين اختلفوا في النسخة الأخيرة من المؤتمر المناخ وبطبيعة الحل أن يلتزموا الرئيس الروسي قال إن أنا هعمل استراتيجية وهعرضها لم يقدم شيء الصين أكثر دولة بتستخدم لا تزال الفحم كما تعلم طاقة نظيفة مش موجودة فانت النهاردة ما حتى بتتكلم على أمن الطاقة المفهوم أمن الطاقة مختلف من حضرتك لي فبالتالي الأجنتة العمل في هذه القمة مهمة إن إحنا نقرب مسافة في استثمار بقى في هذه القمة وده المهم لنا إحنا كمصر عندنا إمكانيات وقدرات هائلة إنك إنت تعمل توافقات بين الأطراف المختلفة عايز أتكلم في النقطة دي بس أسأل نطلع فاصل ونرجع ناخد على قدرة مصر على خلق هذه التوافقات بالزبط بالزبط استنونا لو سمحتوا أهلا بكم معنا مرة تانية خلال نجدد الترحيب بضفة العزيز أستاذ الدكتور طريق فهمي أستاذ العلوم السياسية وكنا بنقول الكلام حول قدرة مصر على خلق التوافقات هو بالتأكيد طبعا عين القاهرة والدبلوماسية الرئاسية ورؤية السيد الرئيس ودي حتطرح بالمناسبة في اللقاء إنه نحن نطرح سيخ توافقية لتقريب وجهات النظر بين الدول الإفريقية وبين المواقف الدول الأوروبية مواقف الدول الأوروبية أستاذ يوسف متنقضة ومتضربة مش في موضوعات خاصة فقط بأمن الطاقة لكن في أغلبية القضاء يعني موضوع التعوضات موضوعات اللي هي بناء الاقتصاديات الإفريقية خطط الإلزام الأجزاء الخاصة بموضوع الأمصال اللقاحات المجمعات الطبية في أفريقيا تفاصيل كثيرة أنا يمني كمصر حضرتك إن أنا بتحرك بعدة أزرع دبلوماسية الرئاسية علاقات جيدة رئيس السنغالي كان عند حضرتك في تحركات مصرية دبلوماسية على أعلى مستوى في القرى الإفريقية بتحرك بدوائر متعددة ليك حضور من الدول الإفريقية فبالتالي أنت بتطرح هذه الرؤية مصر الرؤية الخاصة اللي كانت في 2000 اللي تبنت عليها اللقاءات دي الست اللقاءات اللي هو بالسادس ده كانت أيمى على فكرة إن نحاول نقرب مع الأوروبيين بمقربة واقعية ده اللي هيحصل في المؤتمر إن حضرتك هتطرح إيه نقطة توازن في أغلب القضايا معنى ألا يكون هناك صدمات القاهرة طرحت زي ما حدك فاكنوا مبادرة إسكات البنادق وبعد شوية قلنا قوات حفظ السلام قلنا بعد شوية حل وتحليل الصراعات يبقى فيه تفكيك لعناصر الأزمات والبؤر في القرى الإفريقية فمصر بتطرح رؤيتها انطلاقا من مصر إحنا الأعضاء الرئيسيين اللي أسسنا تحضر إفريقي فأنت عندك حضور كبير جدا في أفريقيا وإنت استثمرت في وجودك خلال الفترة الأخيرة الأوروبيين بيتعاملوا معاك من منطلقين أولا فرنسا وهي من تكون قطرة للتحاد الأوروبي كما تذكر والألمان علاقتك جيدة بهم يعني وبالذات فرنسا فالنهاردة أنت بتتكلم على أصص إن فرنسا هي الممثلة للأوروبيين لكن هناك صراعات بقى بينية أخرى في التنافس على أفريقيا زي ما حضرتك بتقول هي فرنسا بينافسها مين في أفريقيا دلوقتي؟ الصين الصين بينافسها الولايات المتحدة بتنافسها هذه القوى المنوقة وبالتالي هي تريد أن تدخل هي الأخرى في مجالات الاستثمارات رئيس السيسي دي مقولة تمالي قرارها في المنتدات الدولية إن أفريقيا قرى جاذبا للإستثمار فيه جاذبية الأفريقيا تستثمار بس زي ما حضرتك طرحت السؤال والإجابة الخاصة بيه إن الأفريقيا النهاردة تعرضوا إلى شد وجذب مع الإقصادات الدولية وفيه تدخلات فيها فالنهاردة كانت فكرة التعودات في النظم الدولية أستاذ يوسف إن حضرتك تدخل في النظام الدولي وتعمل تصويب لمصاره النهاردة عشان يكون أمناء فكرة العلاقات الدولية البينية والعلاقات بين القراط بعضها وبعض الأمور اختلفت تماما النهاردة سيادتك كده بتحط أجنتة جديدة للعلاقات الدولية مش في أفريقيا وأوروبا بس الأولويات اللي حضرتك هتشتغل عليها في عالم العالم خلال السنوات المقبلة حضرتك حطت عنوان مهمة أوي ليه الرؤية المشتركة 20-30 بين القراطين لكن هناك كم كبير من القضايا اللي حتطرح في الفترة الماضية ستتجاوز الأمور التقليدية يعني مش هيبقى فيه نزاع على السلاح ما فيش هيبقى نزاع على القضايا التقليدية إن أنا أفق أو أحلل صراعات حدودية القضايا دي انتهت النهاردة الصراع على إيه؟ المجمعات العلمية الطبية في أفريقيا وفي أوروبا نتوافق بمعنى أن حضرتك النهاردة في طرح أوروبي إن منطقة زي جنوب أفريقيا والسنغال وأغندا يبقى فيها توطين لبعض الأمصال اللي هي موجودة في فرنسا وألمانيا إن أنت حضرتك بتطالب بالاعتراف ببعض الأمصال اللي هي ما أخدتش سمعة دولية يعملوا لها اختبار وما إلى ذلك يعترفوا بالأمصال العربية والإفريقية واللي موجودة في عدد من دول الأقليم كل ده مرتبط برؤية دولية أو مقربة دولية مش هتقدر تعمل لحضرتك ده النهاردة نفس الكلام ما تيجي تطلب مثلا حضرتك على سبيل المثال تطوير الصناعات الطبية النهاردة هل في أفريقيا فيه إمكانيات آه فيه إمكانيات بس محتاجة تمويل التمويل ده زي ما قلت لحضرتك الخطة المستهدفة وتخصيص الأموال مش هتلتزم بيها أغلب الدول يعني ليه لأن النهاردة فيه صراعات على مناطق النفوس في أفريقيا الرئيس الفرنسي النهاردة على سبيل المثال اتكلم على أولويات فرنسا في المطال ما تكلمش في كل اللي احنا بتكلم فيه بيقول لك جنوب السحر والصحراء بنتكلم على عودة الإرهاب المنظم الممثل في حزام الإرهاب اللي موجود فيه نيجيريا وقوحرام والمنطقة بتاعة غرب أفريقيا ده هي الأولوية للرئيس الفرنسي فما تيجي تقول له لا انت ادي دعم ويدي تمويل واعادة تعويم لاقتصاديات الإفريقية هو دي مش أولوية عنده لكن لما تيجي تقول لي روسيا والصين النهاردة مناطق نفوسكم محتاجة لده إعادة تأهيل الاقتصادات الإفريقية ده مجهود دولي محتاج خطط انعاش لهذه الدول مش مجرد مؤتمر احنا هدفنا ان احنا نحدث نوع من التوفيق التوازن في عرض المواقف ان احنا نجيب لأفريقيا جزء من الحقوق المسكوبة لأنه دي نقطة مهمة جدا ودي مسئولية الدولة مصر على اعتبار ان احنا أسسنا الاتحاد الإفريقي علاقتنا بالعالم جيدة بنستثمر في العلاقات دي لصالح أفريقيا إيه اللي هناخده لأ هيبقى فيه مكاسب كتيرة للدولة المصرية فيها ومكاسب على أعلى مستوى لأن حضرتك النهاردة ليك مصداقية في التحرق في الإقليم وخارجه يعني انت بتتكلم فيه علاقة جيدة بدول الاتحاد الأوروبي بصورة كبيرة بتتكلم على علاقتك الجيدة بالأطراف الدولية يعني في الصين بتتكلم على علاقات مع روسيا بتتكلم مع حتى الولايات المتحدة ليها رؤية مقاربة فبالتالي انت النهاردة بتستثمر في علاقتك لصالح أفريقيا ده كلام محترم جدا طيب ممكن فضلي ديئتين هل أقدر أقول أنه كانت هناك ظلال للأزمة الروسية الأوكرانية تلقى على قمة بروكسل وانتهت هذه الظلال أو يعني هذه الغيوم بدأت فيه أنها يعني تتشتت وتنتهي ولا أنه لازالت بعض الظلال قائمة بعض الأشباح من الممكن أنها أيضا تستمر بسبب هذه الأزمة وإن انتهت هذه الأزمة هل من الوارد أن احنا تقوم لنا أزمة تانية ما بين الصين وطايوان وبالتالي تلقي بقى بالظلال على قمة المناكل اللي هتتعمل عندنا في شرم الشيخ يعني خلينا أقول نقطة مهمة سيد تناب يعني أنت من هنا لغاية نوفمبر يعني لسه فيه وقت لك أنت كمصر إحنا بنرتب على أعلى مستوى زي ما حضرتك تعلم الوزارات المصرية بتعمل ده في أجل إخراج شكل المؤتمر يليك بالدولة المصرية وإن شاء الله يخرج بصورة كبيرة جدا وفي تسهلات كتيرة جدا ما بين الوزارات والهيئات وصولا إلى نوفمبر وطبعا وزيرنا سامح شكري كما تعلم كان في ألمانيا من كم يوم وفيه ترتبات للقاءات وفيه داخل مصر لكن أنا عايز أقول أنه العالم اليوم أصبح يواجه بتحديات ومخاطر جديدة عليك أن تنظر إليها عليك أن تتعامل معها بواقعية النهاردة منطق القوة يعود بصورة إلى المصرح الحياة السياسية والعالمية مرة أخرى اللي بيعمله الجانب الروسي لابد أن ننتبه إليه القضية مش أنه يدخل أوكرانيا ويحتل أوكرانيا والسيناريوات النظرية الكتيرة اللي هي مالية الفضيات لا هذا الكلام يوضع في نطاقه الأساس في هذا هو أن القوة العسكرية اللي تحكم روسيا في هذا التوقيت أن روسيا الداخل ليس الرئيس بوتن وحده أنت لديك طيار عسكري نافذ في روسيا يسعى إلى إعادة الدولة السوفيتية وضع الأمبراطورية ومتالي وضع الأمبراطورية وأن نعود نجمع الاتحاد السوفيتي وما إلى ذلك إذا أزمة أوكرانيا في تقديري انتهت بصورة بدون مواجهة هناك أزمات أخرى ستصعد لكن المؤكد أن عالم جديد يتشكل بصورة كبيرة حتى مهام حلف الأطلنطي بتتغير الآن الأوروبيين لا يريدون مواجهة مش لاعتبارات سياسية واقتصادية لأنه في النهاية اللي حيتأثر مش خطوط غاز أو انتقال خط غاز أو نحن ننقل ده الأساس فيه أنه العالم الجديد يتشكل على أصص قديمة جديدة يعني عودة ظاهرة الانقلابات العسكرية في إفريقيا هذه ظاهرة وظاهرة ستؤثر الأفضاع فيها حالة عدم الاستقرار في الاتحاد الإفريقي ودي نقطة مهمة جدا أنه ما فيش توافقات في الاتحاد الإفريقي على ملف ويمكن أنا كنت بكلمك في موضوع إسرائيل ونتناقش أنه دخول وخروج إسرائيل بهذه الصورة وكان المنظمة منظمة الحاد الإفريقي عابرة في هذا طبعا منظمة كان لها مواقف من أي ما كان اسمها منظمة الواحدة الإفريقية دور كبير ففيه أولويات مختلفة حتى الأمم المتحدة الآن وإحنا بندرس العلاقات الدولية الجديدة بنقول نحن نحتاج إلى أمم أمم متحدة جديدة أستاذ يوسف تستطيع أن تعالج الصغرات الموجودة النهاردة النظام الأمم المتحدة نظام مجلس الأمن نظام جائر نحن أمام غابة سياسية تحكم العالم فبالتالي نحن نحتاج إلى نظام أكثر إنصافا للعالم القضايا ستتغير تعود القوة لتحكم منطق السياسة الدولية وهذا هو مكمل الخطورة النهاردة القوة تعود فكرة الصنائية القضية متعددة للأطراف ليست بين روسيا وحلف أعضاء حلف الناتو والولايات المتحدة ستشمل أطراف أخرى ملاحظ حضرتك أن الصين بعيدة عن الأحداث بصورة أو بأخرى تراقب ما يحدث أعضاء حلف الناتو ينظرون إلى الموضوع على أنه أمن مباشر في هذا الإطار لكن يبقى الاتحاد السوفيت السابق في أزهان الرئيس الروسي وهو يتحدث مع وزير خارجياته منذ أيام أنا فكرني بالسور الأديمة في الاتحاد السوفيت أيام خليق كوبا لو أنت فاكر أزمة الخنازير لسه كنت أقول بالزبط والسيناريو يتكرر أزمة الصواريخ الكوبية 62 62 والعالم كان على حفاء يعني أشفاء من المواجهة وحفاء أمريكا سحبت سلاح من تركيا وسحبت السلاح وكانت هناك وقعات بالصدام دون أن تعلن للعالم اليوم السيناريو يتكرر الرئيس الروسي يتكلم من منطق القوة أنا في تأديري القوة ستستمر في إدارة النظام الدولي لا مكان للقوة ضعيفة والتالي أجنتة العالم ستتغير القضية مش رؤوس نوية أنت الآن أمام متحورات لموضوع كورونا قضايا جديدة ملفات جديدة تتشكل بنحجز فيه مكان قوي لأهل لازم نعود مرة عشان نعود نتكلم على مسألة التشابهات ما بين أزمة الصاريخ الكوبية 62 وأزمة أوكرانيا وعمل نموذج محكا وشوف اللي حصل وشبه بعض خالص ووقتها روسيا أصرت على سحب القوات الأمريكية من تركيا كان وقتها أمريكا راحت سحبة وأصرت على عدم الإعلان والناس مقتمش فاهمة وأمريكا ليه وروسيا رتراجعت ليه فالناس بقتي بتسأل وروسيا رب سحبت القوات بتاعتها ليه هو حصل فأنا عندي أحساس أنه حصل شيء ما متعلق كمان بقانون كادسة في السكة بس هي حدوتة لازم نقعد نتكلم فيها كده وبالراحة يعني وعلى راحتنا أنا عايز أشكرك جدا شكرا شكرا لأمودك معنا أنا سعيد أخوك الظغير ربنا خليك ربنا خليك يا دكتور نورتنا وشرفتنا كمجرة العادة الأمور دايما بتتأس كده فيه أمو مش بالضروري لازم التاريخ يعيد نفسه زي ما هو بس إحنا لازم ناخد بالنا من التاريخ كويس أزمة الصاريخ الكوبية 62 قريبة بشكلها جدا من أزمة أوكرانيا 2022 سبحان الله رقم 2 ده ظهر رقم رهيب جدا على كل هنكمل الكلام بالتأكيد فيه معاده وفيه موضعه مرة تانية برضو مع دكتور طارق فهمي بس حدول الوقت هنروح فاصل هنرجع بعض الفاصل نتكلم شوية اقتصاد بس هيبقى شوية كده اقتصاد مايكرو انت هتستثمر ازاي وفرصتك في الاستثمار وقدرتك على النمو ازاي يعني فاصل ونكمل الكلام